يعني هو احنا في الفصل القصير ده تقريباً كنا منضرب أخماس في أسداس أعد معي كده أنت عندك الشناوي عندك بدر بنون عندك أيمن أشرف عندك علي معلول عندك أكرم توفيق حمدي السولية ديانج أفشا شريف كل دول دوليين وبالتالي دول تقريباً مش موجودين مع الأهلي من الشهرين اللي فضلين قبل بطولة كاسة العالم احنا عندنا شهر 12 كل وعندنا شهر واحد وهنسافر أكيد قبل البطولة بأربع خمس سيئة فتتكلم على فرقة كاملة يعني أكتر من فرقة كاملة غيبة عن الأهلي في الشهرين دول تقريباً لمدة 45 يوم فميستر المسلماني هيشتغل إزاي هيحضر فرقته إزاي هياخد الأهلي ويطلع كاسة العالم إزاي احنا الحقيقة مش عارفين أغلب الظن ممكن يكون إيه يا كابتن هل ممكن زي كنت بقول السؤال ده في الأول مثلاً الكاسة العرب المنتخب المصري سافر من غير لعابة المصري وبرامدز عشان بيلعبه كونفدرالية هل ممكن أو وارد أنه يحصل مع النادي الأهلي نفس الشيء في مشاركة منتخب مصري مع بطولة أفريقيا؟ لا طبعاً صعب جداً أنت حاجة تتكلم على القوام الأساسي لمنتخب مصري من النادي الأهلي فلا طبعاً صعب جداً موضوع مختلف محترين طبعاً كامل لعابة بيرامدز أو المصري أولاً عدد قليل من بيرامدز أو المصري لكي تتكلم على القوام الأساسي لمنتخب مصري موجود وبعدين برضو كاسة العرب غير أم أفريقيا فالموضوع مختلف تماماً فلا أنا شايف أنه صعب جداً لكن أتمنى أن يكون هناك حل الوسط من الكافة أو من الديفا والسؤال حقيقة يعني إزاي متسبي في اتحاد أفريقي وإزاي إمفانتينو عبروا التويد يعني رئيس حد دولي كانوا موجودين مع بعض الأسبوع اللي فات وإزاي النهاردة ما يبقاش فيه تنصيق على مستوى أكبر بطولة قرية يعني بطولة أمم أفريقيا هي أكبر بطولة في أفريقيا وعلى مستوى أكبر بطولة أندية على مستوى العالم كاس عالم أندية هو فيه تخبط غير طبيعي يعني يمكننا الحد في الوقت يقول أمم أفريقيا تتلعب أو لا تقريباً صحيح كده ولا أنا وارد جداً كل شيء يعني الحد في الوقت يقف فيه تخبط جامد جداً وأنا أتمنى أن الكرة الأفريقية تبقى في مكانة تانية دعوية تتكلم ما شاء الله عندك محمد صلاح بينافس على الأفضل لعب في العالم محمد صلاح لعب مصري تاني حاجة بينتامي للقرة الأفريقية فخلاص أفريقيا طب بسيط للدور الإنجليزة أو كل الدوريات يعني تقريباً 40 أو 50% من لعبة كلها من لعبة الأندية كلها ببقى لعبة أفرقى بس اسمح لك فيه دور يعني فيه دور واجب يعني الأهلي مش راح يمثل نفسه الأهلي راح يمثل مصر وبالتالي فيه دور للتحدي المصري والأهلي راح يمثل هو ممثل قرية أفريقيا وحضر في البطولة دينية باتة عن قرية أفريقيا فيه دور للتحدي الأفريقي ايه دور من وجهة نظرك مفوذي لعبه للتحدي ما هو ده لأنا أصده أنا أصده أنه لا فيه تخبط جامد جداً لأ أنت لازم تدي الكرة الأفريقية بشكل عام حققها طبيعي أنت ممثل عن الكرة أفريقية بلعب كاس عالم أندية يعني محطة الأنظار كل العالم كل العالم بجد مش كلامي يعني بعدين حد يقول دي بطولة شرفية فيش حاجة اسمها بطولة شرفية بطولة شرفية بتحسب ريال مادريد خدها 3-4 مرات حسب نادي الأهلي خد برونزية مرتين حسب بايرن خد بطولة السنة فاتت بالعكس حاجة تضف رصيد كل الأندية وأي حد سواء لعيب أو نادي بيتمنى أنه يشارك كاس عالم سميها زي ما تسميها وهي مش حقيقة يعني إذا كنت بتكلم باسم جباهير نادي الأهلي لا أنا أقول لحضرتك حاجة أهم بطولة الموسم ده هي بطولة كاس عالم أندية أنا أقول لحضرتك حاجة صدقني اللي بيروح وبيشوف الأجواء ويعيش الأجواء لهو كاس عالم مصغر بالفعل من التنظيم من كل حاجة موجودة بالثانية نحن نلعب دوري وهنلعب كاس وهنلعب سوبر أفريقي وهنلعب دوري أبطال أفريقيا وهنلعب كاس عالم لا أنا أكلم على أهلي ما أنا أقول لحضرتك لعيبت الأهلي دي هي لعيب منت خمص وهيلعب كاس عرب وهيلعب بطولة أم أفريقيا لكن بالنسبة الجماهير النادي الأهلي يعني لو سأل لو في عشرة مجمورة فيين قدامك سألتهم أهم بطولة للأهلي تسعى منهم هيقول لك كاس عالم هي الفرقة كلها بتتنافس على بطولة أفريقيا ليه آه عشان تاخد بطولة أفريقيا لكن عشان في النهاية تروح كاس عالم الأن دي الجايزة الكبرى إيه تلعب في كاس عالم الأن دي أي يعني دي الجايزة الكبرى بتاع بطولة أفريقيا